استهداف نقاط مراقبة أممية وقصف لمقرات منظمات دولية في الحديدة حيث استهدفت نقاط مراقبة إطلاق النار التي تشرف عليها البعثة الأممية ووفق مصادر عسكرية فإن ميليشيا الحوثي اعتدت على دورية إمداد نقطة رقابة متمركزة في سيتي ماكس بشارع صنعاء في مدينة الحديدة الفريق الحكومي في لجنة عادة الانتشار اعتبر هذا الاستهداف الذي طال ضباط ارتباط بحضور أعضاء أمميين خرقا واضحا لاتفاق الحديدة وأكد مصدر في الفريق أن اللجنة الأممية على محك المصداقية في إشارة إلى صمتها المتكرر على الاعتداءات التي تطال نقاطا تشرف عليها وتقع تحت رعايتها كان الحوثيون قد قصفوا بالمدافع الثقيلة مقر إقامة المنظمات الدولية في مديرية الدريهم بريف الحديدة وبحسب مصادر محلية فإن أكثر من عشرين قذيفة سقطت على مقر الصليب الأحمر ومنظمات أخرى بالتزامن مع هجوم حوثي على مواقع عسكرية تابعة للقوات المشتركة في منطقة الفازة في مديرية التحيطة بريف الحديدة استهداف نقاط رقابة أممية وقصف مقرات منظمات دولية وهجوم على مواقع عسكرية ثلاثة خروقات بزمن متقارب ترتكبها ميليشيا الحوثي في ظل صمت البعثة الأممية التي لم تحدد حتى اللحظة من المعرقل لاتفاق الحديدة المتجمد داخل سفينة أممية بعرض البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر